ابن العربي رحمة الله تعالى عليه عندما أتى إلى تفسير قول الله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرض للعمر جعل عمر الإنسان له مراتب سن النماء هو أول العمر إلى بلوغ 33 سنة سن الشباب هو بلوغ الأشد وسن الوقوف هو إلى الأربعين هو غاية القوة وكمال العقل وسن الكهولة من الأربعين إلى الستين وفيه يشرع الإنسان في النقص وسن الشيخوخة من الستين إلى آخر العمر بعض العلماء هذا موضع الشاهد أخذوا هذا التعريف الذي قاله ابن العربي فأرادوا أن يطبقوه على تاريخ الفقه الإسلامي إن تذكروا فإننا في أول لقاء قلنا إن من أجل من كتب عن تاريخ الفقه الإسلامي هو صاحب كتاب الفقه الفكر السامي في الفقه الإسلامي الحجوي الثعالبي رحمه الله المتوفى عام 1376 هذا العالم الجليل أخذ بهذا المنطق في تعريفه بأدوار الفقه الإسلامي قال هو طور الطفولية من لدن كونه جنينا إلى أن كمل خلقه فصار وليدا إلى أن سعى واكتمل قويا سويا ونحن نعترض على هذا التقسيم ولا نرتضيه ولا نرى أنه لائق في الحكم به على تاريخ الفقه الإسلامي إذن سندعه إلى غيره رغم أننا نقر أن هذا الكتاب من أفراد الكتب التي يحتاجها طالب العلم في المكتبة الإسلامية بعض الباحثين يقول الدور الأول هو عصر التشريع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وقد يشكل عليه قول وفي عهد الخلفاء الراشدين كيف يسمى عصر التشريع لكن يظهر أن العلماء الذين قالوا بهذا القول أخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد هذا تخريج لقولهم رحمهم الله الدور الثاني الدور التأسيسي للفقه ويشمل العمل الفقه في العصر الأموي والكلام على مدرسة الحجاز ومدرسة العراب وسيأتي إن شاء الله وتعالى الكلام على مدرسة الحجاز بوصفها مدرسة حديثية ومدرسة العراق بوصفها مدرسة تغلب جانب الرأي ثم الدور الثالث يسمونه دور النهضة الفقهية وتأسيس المذاهب وتدوين الحديث والفقه وهذا بدأ تدوين المذاهب مع أبي حنيفة رحمه الله وسيأتي دروس خاصة لأبي حنيفة الدور الرابع دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقرت المذاهب الدور الخامس دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت الحاضر لفتح باب الاجتهاد هذا تقسيم ويذهب آخرون يعني لا يوجد سبيل واحد في تقسيم أدوار الفقه الإسلامي ويذهب آخرون إلى تقسيم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية التي لها أثر في الفقه الإسلامي فيقسمونه إلى الأدوار الآتية وهذا هو الذي يعني نرتضيه هو قريب من الثاني غير الذي اختاره الشيخ الحجوي رحمه الله لكنه متعلق بالأحداث التاريخية أكثر قال عهد التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة هنا تلاحظ أن الأول قال وعصر الخلفاء الراشدين يعني في التقسيم الأول جمع ما بين عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الراشدين وقلنا وجدنا لهم مخرجة باعتبار أن عصر الراشدين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين لكن هذا التقسيم أشد ضبطا قال عهد التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الدور الفقه الأول وهو الفقه في عصر الراشدين من عام 11 سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام أربعين يوم أن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وهو خاتم الخلفاء الراشدين رضي الله عنه الدور الفقهي الثاني يعني هذا التقسيم يعد عصر الراشدين الدور الفقهية الأول ثم يأتي للدور الفقهي الثاني ويقول هذا في عهد صغار الصحابة في عهد صغار الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أدركه صحابة كبار وأدركه صحابة صغار ولدوا بعد بعثته عبد الله بن زبير سمر بن جندب رافع بن خديج هؤلاء وأمثالهم صحابة كرام لكنهم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كبروا لما كبروا هذا العصر يقول عنه نقول عنه في تقسيم الأدوار الفقه في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين إلى أوائل القرن الثاني الهجني الدور الفقهي الثالث الفقه من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع هنا تلاحظ جمع الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد بن حبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وأكرر أننا بإذن الله تعالى سنخصص حلقات عن الفقه الحنفي عن نبي حنيفة عن أصحابه عن الفقه المالكي عن مدسة الحديث عن الشافعي عن تلاميذه عن أحمد بن حبل رحمه الله وتلاميذه وأثره كل أولئك الأربع الكبار ومن تبيعهم إن شاء الله تعالى سنتحدث عنهم تفصيلاً في لقاعات متتابعة ضمن هذا البرنامج المبارك الدور الفقهي الرابع وهذا من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد عام ستمئة وستمئة وستمئة وخمسين للهجرة سنة ستمئة وستمئة وخمسين هجرية تسلط هولاكو على بغداد وأسقطها فيبدأ الدور الفقهي الرابع من منتصف القرن الرابع بعد أن استقرت المذاهب الأربعة لأم المتبوعين إلى سقوط بغداد نتكلم حوالي عن ثلاثمائة عام ثم يأتي الدور الفقهي الخامس من سقوط بغداد إلى وقتنا الحاضر ولا ريب أنه من سقوط بغداد إلى وقتنا الحاضر قرابة ثممائة عام ويحافل بأحداث كثيرة جدا لكن مع ذلك كثير من الدارسين من المؤرخين من المباحثين الذين يتعرضون شغلوا بهذا العلم النافع يجعلون ذلك كله شأنا واحدا ويجعلون هذا هو الدور الفقهي الخامس وهو من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر نسأل الله أن يجعلنا من أعلامي من ينفع الأمة في هذا العصر المقصود من هذا كله هذه أقسام جعلنا عهد التشريع عهد منفك ثم أتينا بأدوار خمس ليصبح المجموع في الأدوار ست هذا الذي ارتضيناه في تقسيم أدوار الفقه الإسلامي وهو الذي إن شاء الله في هذا المنمج سنمضي عليه بعد أن نذكر في اللقاء القادم إن شاء الله ما مادة الفقه الإسلامي ما مادة الفقه الإسلامي ترجمة نانسي قنقر